طبيب شاب توفي والده وعمره سنة وتولت أمه تربيته فكانت تقوم بغسل ثياب الجيران والأحياء المجاورة مقابل بعض النقود واستطاعت أن تنفق عليه حتى أصبح طبيبا وقد تعرف على زميلة له وأراد الزواج بها فأخذ أمه معه للمستشفى التي يعمل بها هو وزميلته كي تتعرف أمه عليها وعندما رأت زميلته أمه غضبت واستأذلت بحجة أنها تذكرت موعدا هاما أراد الطبيب أن يعرف سبب استئذان زميلته فقالت له كي أوافق على الزواج أرجو عدم حضور والدتك يوم الزفاف فقد جاءت لبيتنا كثيرا لتغسل ملابسنا وكل أسرتي ستتعرف عليها وربما رفضوا إتمام الزواج ذهب الطبيب إلى أستاذ له يستشيره في معظم أموره وقص عليه ما حدث فقال له قم الليلة بغسل يدي والدتك ثم عد للقائي غدا وسأعطيك رأيي وبالفعل طلب الطبيب من والدته أن تدعه يغسل يديها ثم بدأ يغسلهما ببطء فتساقطت دموعه لمنظرهما فقد كانت يداها مجعدتين وممتلئتين بالجروح من آثار المواد التي كانت تغسل بها الملابس لذلك كانت الأم تنتفض ألما كلما لامسها الماء وبعد انتهائه من غسل يديها جلس وتذكر الآيات القرآنية التي أوصى الله فيها بالوالدين وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات فبكى ثم اتصل بأستاذه وقال له أشكرك لقد حسمت أمري ولن أضحي بأمي من أجل يومي فلقد ضحت بعمرها من أجل غدي ومن لا يقدر فضل أمه في حياته لن يجد من تقدر حياته وفي الصباح واجه الطبيب الشاب زميلته بقراره ثم ودعها في هدوء وبعد شهر فوجئ الشاب بزميلته الطبيبة وأسرتها يأتون إليه في بيته المتواضع ويحتفلون بالأم العظيمة التي ضحت بكل متاع الدنيا من أجل ابنها ويوافقون جميعا على زواج ابنتهم من الطبيب الشاب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم